تجلس وحيدة في منزلها عيدها ليس كأي أم تنتظر بلهفة قدوم المهنئين أو العيدية أو حتى سماع الكلمة المعتاد عليها في يوم العيد كل عام وأنتم بخير عيدها حزين مؤلم تتجرع مرارته كلما تمر الثوان والساعات دون نبأ يفيد بتحسن حالة نجليها هي والدة الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على اعتقالهما الإدارية في مستشفى فلسفون صهيوني كان لقاء الأم المكلومة بفلزة كبدها محمد البلبول كان العناق طويلا والبكاء حاضرا تلك كانت التفاصيل المؤلمة هي الأم التي أمدت عمر نجلها من عمرها والتسقت حواسها بأنفاسه حد الارتوار تجهش بالبكاء وهي تحتدن ابنها الذي تحامل على نفسه ورفع شارة النصر تعبيرا عن صموده أمام ظلم السجان برؤية والدته جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة تستدعي تحركا عاجلا وفعالا من الجهات الحقوقية والإنسانية من أجل العمل على أطلاق صراحهم وكشف نوايا الاحتلال الخبيثة بتصفيتهم بدم بارند ترجمة نانسي قنقر